السلام عليكم مشاهدين وجمعة مباركة أمطار وثلوج كثيفة تساقطت خلال 24 ساعة الماضية على المناطق الوسطى والشرقية للبيت وحتفقا إن شاء الله مستمرة إلى غاية يوم الغد السبت بحول الله وعلي بالنسبة للإضطراب الجوي القادم من شمال الشرق حوض البحر الأبيض المتوسط انتقل إلى المناطق الوسطى والشرقية للبيت حيب قديم من هذا الإضطراب الجوي يخصنا بأمطار وثلوج وهذا إضطراب الجوي إن شاء الله يبقى مستمر إلى غاية يوم الغد بحول الله بالنسبة للتساقطات الأمطار كانت أمطار معتبرات بقديم الأمطار في التساقط خاصة على المناطق الشرقية وحتى على السواحل الوسطى للبيت خاصة بأمطار معتبرة تتعدى 30 مم محليا وعلي فإن درجات الحرارة هذا الإضطراب الجوي كتلة هوائية سحب معها كتلة هوائية قطبية باردة تغلغت من شمال الشرق حوض البحر الأبيض المتوسط ونحق إلى المناطق الوسطى وحتى الشرقية الأجواء جد باردة هذا الإضطراب الجوي البارد ومس كذلك على شمال الصحراء كما نشوفه في الصورة وعليه تم إصدار عديد من النشريات الخاصة تفيد بتساقط أمطار معتبرة محليا خاصة على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الشرقية ثلوج كثيفة في هذه الأثناء تتساقط على المرتفعة الداخلية الوسطى والشرقية للبلاد هذه الثلوج أدت إلى انخفاض درجات الحرارة خاصة الدنيا والقصوى إلى أقل من خمس أو ست درجات تحت الصف نحن سجلوها على المرتفعة الداخلية كذلك الشرقية حتى على المرتفعة الداخلية الغربية للبيض كمنطقة البيضة وبهذا نقول لكل مشاهدين كما نشوفه في الصورة أردوا بالكم في الطرقات والبدة عليكم تفاتي التنقل إلى المرتفعات لأن الطرقات العديدة من الطرقات الوطنية والولائية مغلوقة في هذه الأثناء دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم